نادي المصري بيتدرب على الرمال في الشواطئ طبعا عارفين نادي المصري بيستعد بقوة شديدة جدا للموسم الجديد لانه طبعا عنده كونفدرالية وعنده شغل جامل جدا 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 فالنهاردة بقيادة التونسي الشهير معين الشعباني عمل تدريبات بدنية على شاطئ البحر فكرنا بقى بالكابتن الجهري الله يرحمه لكان بياخد المنتخب في الرمل تدريبات الرمل دي يا جماعة مهمة جدا بتعمل احمال قوية جدا في عضلات السمانة والفاخد الامامية والخرفية والكلام ده كل كلنا عارفين انه طبعا هيشارك في كونفدرالية نادي المصري هيلعب مباراود دي مع نادي الجمارك على الملعب الفرية بتاع استاد بورج العرب اعتقد النهاردة لعبها بعرفونا جماعة النتيجة ايه لعب الماتش ده النهاردة وبيغيب عن مبارتين مصري امام بطل اوغندا ثمن لعيبة جدد احمد الشيخ طبعا كمان اسامة الجزار لعب اتحاد كلباء اسلام جمال احمد علاء مدافع طلاع الجيش عمر مرع مهاجم بيرامدز اللي بيلعب معار كان في صفوف طلاع الجيش محمد بلح اللي جاي من نادي الصداقة التونسي اسلام المزين من الحمام المطروحي الياس الجلاصي من اتحاد الرياض المنستيري التونسي